موسيقى أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج نهاية الأسبوع بنستعرض خلالها أهم وأبرز الأحداث محليا وعربيا وعالميا بيسعدنا أن يكون معنا في حلقة النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ حسام أبو العيلة الصحفي بنجلة أكتوبر أهلا بحضرتك هنبدأ طبعا أول ملفاتنا كالعرب النشاط الرئاسي المحلي في أسبوع ونتابع تفاصيل في التقرير ونبدأ من بعض النقاش احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن قمة أمريكية إفريقية في محاولة للحاق بسباق القوى المحتدم لتعزيز النفوذ بالقارة سمراء وشارك الرئيس السيسي في فعاليات القمة وركز خلال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأمريكية الإفريقية لمعجهة أزمة الأمن الغذائي وأكد الرئيس السيسي خلال القمة على ضرورة تيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي أكد الرئيس عبدالفتح السيسي على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر وكذلك مساهمتها في عملية التنمية جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية حيث تم التباحث حول أفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات خبرة العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وجه رئيس السيسي خلال اجتماع مع وزير الخارجية سمح شكري بضرورة مواصلة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء وخلال اجتماع آخر وجه رئيس عبدالفتح السيسي بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومي العملاق الدلتة الجديدة قال وزير النقل كامل الوزير إن مشروع ربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في ظل ما تملكه القارة الإفريقية من موارد وثروات وذلك بما يحقق استغلالها على الوجه الأمثل لطفرة كبيرة في تطور معدلات التنية وزيادة ناتج القومي لدول القارة جاء ذلك في كلمة وزير النقل خلال حيث يمثل هذا المشروع شريانا حيويا للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض بدأ المتحف المصري الكبير في استقبال عدد من الزيارات والوفود في منطقة الخدمات في إطار التشغيل التجريبي له تمهيدا للافتتاح الوشيك يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الهندسية والإنشائية بنسبة 100% مرحب بكم من جديد أستاذ حسام أبو العيلة الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر كيف قرأت مخرجات القمة الإفريقية الأمريكية؟ خلينا في البداية نتطفق أن رؤية السيد الرئيس عفتاح السيسي منذ تولي المسئولية هو إعادة دور مصر في القرى الأفريقية وانطلاقا من هذا الدور بدأ الحقيقة الرؤية المصرية أوسعة وأشمل لمزيد من التواصل سواء في محاولة القرية أو على صعيد الدولة حاجة أقت القمة للأمريكية الأفريقية في بلغ الأهمية وزي ما شوفنا تصريعات السيد الرئيس كلها تؤكد على أهمية استغلال موارد القرى الأفريقية الحقيقة أفريقيا لسنوات طويلة عانت من الإهمال وعانت من التهميش وكانت دايما الحقيقة يعني الاستعمار كان ليه دور كبير جدا في تراجع على كتير من الدول يمكن الفترة الحالية فترة مختلفة فترة بدأ للعالم يريد مدين من انفتاح في ظل يعني الأزمة الأزمة الكبرى بعد الحرب الأوكرانية الروسية والأزمات الكبرى السياسية على الصعيد الدولي فبالتالي مهم جدا أن يعني في الفترة الحالية البعض المتحدة الأمريكية أنه يكون هناك تواصل مع القرى الأفريقية لكن زي ما لتصرحات السيد الرئيس قالت أن احنا محتاجين مشروع عملاق مشروع دولي مشروع يكون فيه مش مجرد فقط اجتماعات ولقاءات تصفر عن توصياته في النهاية تم حبسها في الأدراج لا محتاجين أن احنا نبدأ بقى خطوات فاعلة وخطوات يعني إيجابية على الصعيد الميداني بمعنى أن التوصيات دي لازم تتبلور فيه رؤى واستراتيجيات تطبق فعليا تفعيل استثمارات سواء رجال أعمال أمريكيين يبدأوا زيارات المنطقة خصوصا مصر تحديدا أن هي الدولة الأهم في المنطقة تحديدا دلوقتي حزبة استثمارات حزبة استثمارات اللي احنا أطلقناها في الفترة الأخيرة حزبة استثمارات هتكون دفع قوي للمستثمارين الأمريكيين أنها يعني يجوا القاهرة ويبدأوا يتطلعوا فبالتالي هذه القمة جات لها أكثر من دلالة توقيت توقيت مهمة جدا فيما يعنيه العالم من أزمات وحروب ونقص في الموضة الغزائية ويعني الصراعات الأسف الشديد اللي كلها فيه تطاحم بشكل كبير وحجم الاستقطاب الواقع على أفريقيا من الصين من روسيا من الولايات المتحدة يعني كافة مين اللي بترجحه وإيه المصلحة الأفريقية في ده لقريب جدا كأن الصين هي المستثمر الأكبر في المنطقة الأفريقية الصين دولة دايما بتركز على جانب الاقتصادي مش معناية أوي بالأمور السياسية يعني كان دايما روسيا والولايات المتحدة ليهم دايما رؤى سياسية مختلفة فبالتالي كانوا منشغرين جدا بالجانب السياسي وده يمكن كان شغرهم شوية على البعد على القرى الأفريقية الصين كانت مركزة ولو واحظنا حجم الاستثمارات الصينية في القرى الأفريقية اللي هي ضخمة وبيبير جدا فبالتالي انتبهت رولايات المتحدة الأمريكية وانتبهت روسيا لا لنزم نركز شوية في جانب الاقتصاد وخصوصا ان افريقيا مليانة يعني بالمعادن ومليانة بالخيرات فتقدر الولايات المتحدة وروسيا وكثير من الدول انهم يبدأوا استثمارات لكن لازم يعني نبدأ بخطوات فاعل لا نتوقف على مجرد لقاءات واجتماعات وفي النهاية يتم عقد بروتوكولات في اطار ورق يتم حفظه وتندهي القمة لان كان فيه قمة أمريكاة في 2014 كانت في فترة أوباما وما تصور الشخص لم تصفر عن نتاجة جابية برضو لكن انا شايف ان القمة دي تحديدا ومشاركة اكتر من 50 دولة ومسؤولين في مجتمع المدني ومشاطئة وسياسيين وتوقيتها والتوقيت ده ممكن بي ترجم ان هو تكون تفاعل على ارض الواقع عايزة نقل للتعاون ما بين مصر وفرنسا وهذا اللقاء الاخير مع سيادة الرئيس خاصة وانحنا بنتكلم عن الاستثمار في تكنولوجيا البصريات والالكترونيات والامن السيبراني الو المستعدم بالضبط انت الفترة ريبة جدا كان العالم كله بيعاني من موضوع الاختراقات والشبكات والحاجات دي كلها قصرت بشكل كبير وما زال حتى الان هناك اختراقات وبنشوف لأسف الشديد فالحقيقة فرنسا متقدمة جدا في هذا الجانب واحنا عندنا نقلة تكنولوجية على ابواب كماناصمة ادارية والأهواب مرحلة مختلفة في تطوير اقتصادنا والرقمنا فبالتالي احنا كل ده يعني العالم كله دلوقتي بقى مجموعة ارقام مصر دولة واعدة في هذا الملف استثمارها بعد دلوقتي يعني يكون لي دور مهم في العالم التسليلات اللي اطلقتها الدولة الاخيلة لجازم السمسرين ايضا يحتاج الى مواكبة في التكنولوجيا والتطويرات فبالتالي الرؤية شاملة من السيد الرئيس انه هو في نفس الوقت اللي احنا نشتغل فيه على جازم السمسرين ايضا نوفر لهم يعني الجانب التقني والتأمنات والجانب السيبراني كل هذه الامور بتحتاج مزيد من القوات والحقيقة الدولة شغالة على هذا الملف بشكل جيد جدا يعني الاقتراح المصري الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هذا المشروع الضخم ما هو هذا المشروع؟ شوفي بعيد عن مشاكل المياه وكلام ده هو هي رؤية مصرية لمزيد من الخير للقرى الافريقية لو شوحنا تصراحات السيد الوزير كامل وزير بتأكد على هذا الامر يعني بالمعنى ان احنا نعمل خط ملاحي يمتد من بحيرة فيكتوريا لغاية البحر المتوسط لو شفنا على الخريطة هنلاقي ان المشروع هيمتد يعني يعني الاف الكيلومترات والرؤية مش مجرد ان انا اعمل ربط ملاحي فقط لكن على هذا الممر سيكون هناك يعني مشاريع اقصادية سيكون هناك تنمية كل ده بيعود في الخير على القرى الافريقية مش مجرد فقط انا يعني كان زمان دايما مصر بحيرا يعني طول عمرها رؤيتها بالنسبة القرى الافريقية مهمة يمكن احنا تعصرنا فترات سابقة وكان في نوع من تعالي من انظمة سابقة على القرى ودفعنا تمنه لكن العمق الاستراتيجي بالنسبة لنا هي افريقيا فبالتالي انت في مرحلة مهمة جدا على انك يكون مزيد من الاستثمارات وبعدين في الوقت اللي احنا بنشتغل على جازب مستثماري احنا كمان لازم يكون لنا استثمارات في الخارج ونبدأ نشتغل مع القرى الافريقية هذا الامر يعني انا صور الشخصي انه مشروعي ملاق جدا سيعود بالخير على عدد كتير من الدول اللي غير متشاطئة يعني ما عندهاش نوافذ على الشواطئ مجرد بالطول على النيل ده منفذ جديد بالنسبة لها الشباب الافريقي والتعاون المشترك التجارة الحرة والتجارة البينية بين الدول الافريقية ومصر ده ملعبنا يا حدثتكلم في الفيوز السابق عن امريكا والخمامات ده ملعب مصر هو ده واحنا محتاجين ان احنا نفعله حجم اتفاقيات التجارة الحرة اللي بين دول الافريقية ومصر هل هي كافية؟ لا انا شايف ان احنا محتاجين اكتر يعني انا شايف ان احنا الفترة اللي فاتت تناديجة بعدنا اتأثرنا شوية لكن بعد العودة ودور مصر وبدأنا ان احنا نكون فيه الحلال الارئيس منفتح بشكل كبير جدا على القرى الافريقية انا شايف ان انت كمان مشروعاتك انتشرت في القرى الافريقية احنا طلعا عمرنا شاكة نقول ان العرب بتروح وشركات كتير جدا كان لها دور في اعمار دول كتير في القرى الافريقية الربط الكهربائي التصدير لنا يعني في فترة قادمة استصلاحة الزراعي اللي بيتم في افريقيا ايضا تكلفة هذا المشروع هل هي كبيرة ولا هو سهل لانه هو مجرى نهر ميل هو الدول كلها ستشارك بتكلفة فيه فبالتالي لان تكون يعني ذات عبء كبير وانا شايف ان العوائد منه هتكون عوائد مهمة جدا وخصوصا انه سيفيد اكثر من دول فبالتالي افريقيا محتاجة هذا الامر لو ربطنا بينه وبين المؤتمر او بين المؤتمر في امريكا هو كلها رؤية المصرية والاكتماع الصيني ايضا نتكلم على العالم لتغير الجيوسياسي كله بيشتغل دلوقتي على ازاي اجي فلوس كله ازاي بيشتغل على ان احاول ان انا اقتصادي اكبر ازاي انا احاول ان انا اوفر غزاء للفترة القادمة احنا فجئنا ان العالم كله فجأة لقى حرب وحربه اثرت بشكل كبير واثرت على اقتصادك مش اقتصادك المحلي فقط اقتصاد الدولي كله طب فجأة لقينا ان الاسعار عمالة ترتفع في العالم بشكل غير مبالغ فيه فبالتالي انت لازم يكون رؤية اكبر وتنفتحي على الدول وخصوصا زي ما حالك قلت ان افريقيا هي الملعبنا هي عمقنا الاستراتيجي وده تاريخ بيقول كده مش الفترة دي يعني وكان لسه قريب اريح حاجة ان احد القادة الافريقية بيقولوا ان احنا يعني الدول الافريقية هي التي لديها المخزون من المعادن النفيسة بالضبط يعني وما الى ذلك عايزة اتنقل المتحف المصري الكبير انا سعيدة ان اخيرا هيتم افتتاحه بعد تأجيل عدة مرات صوفت اوبنينج يعني افتتاح تجريبي شوفي المتحف الكبير تحديدا هو يعني انا شايف انه هيكون نقلة كبيرة جدا في موضوع السيحة في مصر وصحيحنا عندنا يعني كفاية مثلا منتاز القصور فيها تلتة قصرة العاملة وحدها لكن انت كنت محتاجة بس الناس تيجي يعني اللي عنده وقته قصير ومش قادر يزور اكتر من المكان هيكون المتحف الكبير هو رؤية المصر هو نافذة على تاريخنا هو بيجسد التاريخ الفرعوني بشكله الكبير بيجسد حضارتنا على مدار التاريخ بشكل عميق فبالتالي السائح اللي مش قادر يزور القصور والقصوان والقادر يلف مثلا عنده برنامج مضغوط فبالتالي يقدر يزور المتحف الكبير انا شايف ان مصر الحقيقة بازلت مجود كبير جدا في موضوع المتحف الكبير لو لا ازمة كورونا الفترة اللي فاتت وتأجيل افتتاح اكتر من مرة اثر بشكل كبير لكن انا اختيار التوقيت في الفترة ده اوقيت مهم جدا وده كمان دفع للسياحة لو حضراتك متابعة الفترة الاخيرة انتعاش السياحة في مصر بشكل كبير والحقيقة كان مناطق كبيرة مناطق مهمة زي الغرداء والشرم كانت كاملة العدد فكمان ده هيكون دفعة كبيرة لتنشين السياحة يعني هو 180 الف قطع اثرية في المتحف فعلا هو دولة اثرية قائمة بذلك ممثلة لكافة العصور الفروانية ممثلة لكافة تاريخنا فبالتالي هو الحقيقة ترسيخ مهم جدا للتاريخ المصر نعم منطق الملف اخر حيث يحيي العراق هذه الايام الذكرى الخامسة للقضاء على داعش فما حدث للعراق خلال تلك السنوات هنتبعوا في التفاصيل في التقرير التالي خمسة اعوام على ضحر تنظيم داعش عسكريا واستعادة المدن الثلاث في حرب استمرت لثلاثة اعوام يحيي العراقيون الذكرى السنوية الخامسة لتحرير كامل البلاد من عصابات داعش الارهابية وهزيمة الارهاب تلك الذكرى التي سجلت فيها القوات الامنية بكامل سنوفها اكبر نصر على قوى الشر والارهاب از يستذكر العراقيون الملاحبة البطولية التي بدأت في جرف النصر ثم محافظة دايالة مرورا بنينوى وانتهاءا بتحرير كامل اراضي محافظة الانبار هذا وكانت عصابات داعش الارهابية عام 2014 قد احتلت اكثر من ثلثي مساحة العراق قبل صدور فتوى المرجعية التي غيرت المعادلة وثبتت روح الحماس والدعم للقوات الامنية التي حققت النصر العظيم في فترة قياسية واستعادت كامل الاراضي المغتصبة فالحفاظ على النصر اصعب من تحقيقه حيث تواصل القوات العراقية وعملياتها النوعية عن ملاحقة تنظيم داعش منذ التحرير وحتى اليوم فقد شهدت محافظات صلاح الدين وديالا ونينوى والانبار عمليات وقائية لمنع عودة نشاط داعش ادت الى مقتل نحو 12 انصرا من التنظيم وتدمير ثكاناته اضافة الى تفتيش مساحات واسعة من المناطق الصحراوية وعشرات الكيلومترات الحكومة الجديدة وفي سياق رسم مسارات خطواتها التنفيذية اعنات منح الملف الامني الاولوية لاعادة هيبة الدولة وتعزيز التنسيق بين القوات المشتركة واعادة الثقة للاجهزة الامنية ويرى مراقبون امنيون ان اعلان بغداد قتل واعتقال عناصر منتمية الى تنظيم داعش بين الحين والاخر ربما يكشف عن استمرار التنظيم بانتهاز الفرص لاعادة احياء خلاياه المختبئة معادلة تضع الاجهزة الامنية في استعداد دائم لمواجهة هذا التحدي اهلا بكم من جديد ده برحب ضيفي الكاتب الصحفي استاد حسام ابو العيلة الصحفي بمجلة اكتوبر خمس سنين على سقوط داعش تصريح هام في هذه الذكرى لرئيس الوزراء السوداني اللي قال ان الفساد هو العدو الاول للعراق كيف ترى هذا التصريح؟ الحقيقة يعني ممكن المنطقة كلها تنفست يعني بعد ضحر داعش وموجودهم كان في الرقة وموجودهم في الموصل وموجودهم في تقريبا تلت العراق كان مسيطرين عليه داعش فكانت ازمة كبيرة للدول العربية شقيقة وطبعا وجودهم ايضا في منطقة الرقة في سوريا كان برضو في منطقة الخطورة فبالتالي انت تتكلم عن تنظيم كان يعني بشكل خطورة بشكل كبير جدا على المنطقة بشكل كامل وليس فقط على العراق الشقاف العراق ما زالوا حتى لن الأسف الشديد هناك جيوب وخلايا تسكل تهديده وبين حين والأخر بنجد الأمن العراقي بتطلع بيان ان تنظيم داعش ينهجوم في منطقة معينة هي فكرة لأنها فكرة للأسف لأنه بعد الخضاء على تنظيم داعش كان فيه مخيمات فيها بعض العائلات اللي تنتامي لتنظيم داعش أولادهم وأثارهم الفكرة الأيدولوجي هنا ما زال مترسخ في وجهة هؤلاء الناس فأولادهم وأكيد منهم شباب ما زال حتى لأنه عنده هذه الرؤية ما زال حتى هذه فبالتالي العراق الحقيقة يعني آه تخلص من يمكن تسعين في المية من تنظيم داعش لكن ما زال حتى لأنه هناك جيوب تتحصن بالجبال أو تتحصن بالسحراء أو تتحصن بالمخيمات وبعض اللي لهم جزور مع قبائل وحاجات فبالتالي هذا الأمر لسه في شوية وقت لكن أنت تخلصت يتفضل الوضع الاقتصادي بيلعب دور في ده أن بيعني ممكن يخلي دواعش تظهر مرة أخرى الضغوط الاقتصادية اللي على الشعب العراقي يعني لا أنا الصور الشخصي الاقتصاد يعني ممكن يقلق نوع من الضغوط النفسية على المواطنين لكن الإرهاب نفسه ده فكرة إيدوليجي الإرهاب نفسه ده شباب تربى على أنه دير ليه نهك ليه هو عايزي أقنعهم أنه في حاجة اسمها دولة الخلافة الدولة الإسلامية الجديدة هناك كل ما دون ذلك هو كفر للأسف شديد هؤلاء الشباب تم التغريب بيهم وتم تدريبهم بوحشية على القتال لو حضرتك تابعت الفيديوهات اللي كانت بتصدر في الفترة دي وحتى الجزد في الدراما في الفترة الأخيرة لأ كان فيه وحشية وعنف بشكل بشع فبالتالي هذا التنظيم محتاج للقضاء عليه تماما مواجهة فكرية وهاتسوري أن هذا يرضي مسئولية على أشقاء في العراق أو في أي دولة يظهر فيها جيوب من داعش فهذا التنظيم الحقيقة نحمل لأننا احنا تخلصنا منه وكان فيه محاولات منه على الدفع به نحيتنا شوية في مصر لكن الحمد لله تصدلاله بشكل كبير جدا طب العراءة دلوقتي فيها رئيس دولة ورئيس برلمان رئيس حكومة بعد فراغ سنة أو عام كامل هل ده يعني بيدفع للاستقرار وإعادة الإعمار اللي هي برضو مشكلة تانية فيه أزمة تانية في العراق غير الموضوع داعش إيران وإيران ما زالت حتى الآن تتخيل أن العراق هي أحدى ولايتها وتدفع دايما لعدم استقرار العراق ولحظنا حاجة ما تسمى ميليشيات الحشد هي نموذج أخر لميليشيات أخرى في المنطقة العربية زي الحوسي في اليمن كلها أزرع إيرانية العراق يواجه أكثر من خطر الحقيقة يعني أن دولة لها عمق استراتيجي في المنطقة دولة نفطية مهمة دولة لها تركيبات عرقية وتركيبات دينية معقدة فبالتالي هذا الأمر يعني يجعل من العراق دولة ذات سوسية السوداني رئيس الحكومة يعني هو ليه هوى إيراني على عكس مقتدى الصدر فيما سبق التركيبة دي ولا مجرد جلوسه في لا أنا شايف أنه صعب صعب أنه هو طالما أجلس على القرصي رئيس الوزراء الوطنية تغلب عليها وهناك برلمان قوي يستطيع أن يواجه رئيس الحكومة فبالتالي لن يستطيع المسؤولين سواء رئيس الحكومة أو بزراء أنه هم يميلوا بشكل كامل لإيران أنا الاختراقات من داخل يعني مؤسسات تم زراعتها أزرع إيرانية تم زراعتها في الدولة بما يسمى المسؤولين الحجد الإيراني هذه هي الخطورة الحقيقية أيضا داعش خطورة فبالتالي العراق بحقيقة دولة شقيقة بنأمل لها الاستقرار لكن بتواجه بعض الصعوبات في هذه المسؤولين طب أنا مش عايزة نمشي من موضوع العراق دون الحديث أو الإشارة للتحالف الثلاثي القائم بين مصر والأردن والعراق بما أن بغداد هي لا تستقبل الاجتماع القادم الحقيقة شوفنا اللقاءات الأخيرة والحقيقة دا تحالف مهم جدا لأن دي رؤية اقتصادية يعني أكثر من رؤية سياسية يعني الدول إحنا على المستوى السياسي سواء مع الأردن أو مع العراق مع كاف الدول الشقيق الحمد لله علاقات طيبة جدا لكن الدول دي ذات يعني ذات طبيعة خاصة سواء محتاجة ربط كهربائي محتاجة إعادة أعمار العراق يعني محتاجة إعادة أعمار الموصل لو حضرتك شوفتي التقارير اللي طلعها والخراب اللي فيها بعد داعش وإزاي مناطق جيد جدا في شمال بغداد شمال العصمة محتاجة إعادة أعمار مرة تانية في مصر هي الدولة الأولى اللي تستطيع إعادة الأعمار في العراق زي أنتعيد إعادة أعمار في فلسطين الربط الكهربائي بيننا وبين العراق وبيننا وبين الأردن ده برضو إحنا الحمد لله عندنا الكهرباء تتمتع بنجاح كبير في الفترة الأخيرة مشروعات الاقتصادية العراق لو تم استعادة عفيته مرة أخرى دولة نفطية مهمة وستطيع أنها تجذب مزيدنا لأعمار المصرية عوال النفط الزادت دلوقتي يعني ضعف يعني المدخولة لعراق دلوقتي ضاعف بدون شك الأمن هو الأساس في هذا الأمن نبيا مثلا لماذا يعني رغم أنها الدولة النفطية العربية الأولى في المنطقة ولكن هناك مواطنين لا يستطيعون أن يصرفوا رواتبهم بسبب أن هنا غياب الأمن فبالتالي العراق دفعت بسبب مشكلة بسبب غياب الأمن وأيضا التحالف الدولي كان يدور كمان فيه وترجوه في الفترة الأخيرة على اهتمام بقضية داعش وبرده أدى إلى إعادة شراسة أخرى لداعش فبالتالي التحالف المصر العراق الأردني هو تحالف مهم جدا البروتوكولات التي تمت في الفترة الأخيرة نزيد من التكامل والاقتصاد في المنطقة العربية يعني دائما تكتلات في تكتلات دولية ونحن الأولى تكتلات العربية بنختتم حلقتنا بالأوضاع الاقتصادية في بريطانيا بعد مرور سنتين على اتفاق بريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نتابع الاقتصاد البريطاني يستمر في حالة انكماش بنسبة 2 من 10% هذا ما كشف عنه مكتب الإحصاء في المملكة المتحدة وكان ذلك خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر الماضي تعهد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت الذي سيكشف عن خطة الاقتصاد لمعالجة الأسباب الجذرية للقضايا التي تواجهها البلاد والعديد من الأزمات مثل التضخم للأزمة وقد أوضح أن بنك انجلترا يعلن أنه من المحتمل أن نكون في حالة ركود وهذه أخبار مخيبة للأمال لكنها ليست غير متوقعة تماما وتشهد بريطانيا سلسلة احتجاجات متعددة وإضراب العمال بشكل متقطع عن العمل من أجل رفع الأجور سواء في قطاع المواصلات أو البريد بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة بينما يهدد الممرضون وموظف الجامعات بإضرابات أخرى نهاية هذا الشهر مطالبين برفع أجورهم وكذلك تطالب وزارة الصحة البريطانية أن تكون زيادة الأجور وفقا للقدرة الاقتصادية للبلاد عوامل متعددة اجتمعت على الاقتصاد البريطاني مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكسيت وتدعيات جائحة كورونا بالإضافة إلى تأثر إمدادات الطاقة بالحرب الأوكرانية وتراجع اليد العاملة في البلاد بعد الانفصال عن التكتل الأوروبي تقرير بريطاني آخر يكشف الوضعية الصعبة التي يعيشها اقتصاد المملكة المتحدة فهل ستستطيع حكومة ريشي سوناك إيجاد حلول ملموسة للأزمة التي طال أمدها؟ أهلا بكم من جديد معي في الستوديو الكاتب الصحفي أستاذ حسام أبو العيلة الصحفي بمجلة أكتوبر هاخد السؤال اللي تم طرحه في نهاية التخيير وهل في استطاعة صناك أنه يحل أزمة؟ البريطانيا اخترت أنها تكون في عزلة قرارها كان قرار غير صائب قرار الحياة غير صائب ودفعت تمنه ولم يكن يتوقع تماماً البريطانيون أن يواجهوا هذه الأزمات لأنه ما كانش في الحسبان تحصل حرب زي حرب أوكرانيا الأسف الشديد أيضاً تقطاب دوم السبل سواء في التواصل مع كثير من الدول الأوروبية بعض الخروج من التحاد الأوروبي لأن أنت أوروبا أكيد زورتي وشفتي الانسيابية في التعامل رفع القيود الجمركية على التحاد الأوروبي كل دي متيازات كنت تخدها بريطانيا فبالتالي أنت خدتي موقف منعزل عن هذه الدول فبالتالي أوروبا خدت تكتل وحدها وعزرت بريطانيا الظروف الأخيرة زي موضوع الطاقة وزي موضوع النقص في الموضوع الغذائية وزي دفع البريطانيين زي ما احنا شوفنا ولكن حد لا يتخيل في يوم الأيام أنه تطلع مظاهرات في الشوارع أو تطلع احتجاجات في الشوارع في دول غنية أو دول مستقرة في أوروبا زي بريطانيا فبالتالي هذه ضغوط على الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة في أزمة لأن هناك الاقتصاد في تراجع معدل النمو لأسف شديد تقلص نسبت 5.2 31 مليار دولار بالضبط التضخم زي جدا في الفترة الأخيرة الأسعار يعني البريطانيين من الدول اللي كانت حقرسة جدا على مستوى الدخل المواطن بتاعها والناس اللي دايما كانت بتقش في لندن كانت عايشة في مستوى أقصد هناك بعض المحللين بيقولون النسبة الأكتر في هذه الخسارة جاية من البريكزيت وليست فقط من الحرب ولا من حققنا عزلت سنتين ولا كوفيد بالضبط حكش شايف أن ده بريكزيت ليها دور بس عمق الأزمة سهل نفك التشابك والله ده قرار حكومة عندهم هل هم يقدر يتراجعوا عن هذا الأمر هل قادرين يتراجعوا أدشاري العجرافة البريطانية صعب أنها تتراجعوا ريشي سوناك نفى إمكانية العودة رغم الاستياء العام من أثار بالضبط نعم نقولك العجرافة البريطانية صعب أنهم يتراجعوا لكن مصالح الدول أنا شايف أن بريطانيا دولة قادرة أنها تجد مخارج أخرى سواء بزيادة إنتاج سواء بتشغيل مصانع سواء بروية اقتصادية مختلفة لكن الأزمة أكيد بريكزت أشتريهم بشكل كبير لكن العالم كان لا يعتقد أبدا أن حرب بين دولتين ستصل بنا إلى هذه الأزمة الطاحنة الأزمة ليست فقط في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط ولكن ما نراه في أوروبا دول تدعوت التقشف زي ألمانيا مثلا من فترة قريبة ودعوت مواطنين للتقشف فبالتالي دول بتدفع هذا التمن البريكزت كان عب ولا استفادة على بريكزت؟ لا أنا شايف أنه هو قرار خاطئ بدليل أن حضرتك كنت عليك امتيازات كتير جدا داخل التحاد الأوروبي أنت حرمت نفسك منه التواصل بينك حتى وبين دول كتير جدا خاري القرار الأوروبية برضو فيه محازير الفترة الأخيرة يعني الإرهاب وبيهدد فيه الملاحة النهرية التصدير تراجع كلها أمور كانت مشكلة ضغوط على اقتصاد البريطاني لأن كمان أنت قدت قرار في فترة ما كنتش متخيلة أن كل التدعيات دي هاتي يعني تخبطك فجأة فبالتالي قدت إلى أزمة كبيرة في بريطانيا نعم طبعا إن شاء الله يعني هناك تقارب بريطاني سويسري نعم يعني اتفاقيات تجارة خرى ألجا تعويد عن الاتحاد الأوروبي ربما يكون مخرج من البريطانيا بيتحاول وشفتك أنت كمان بتحاول اتفاقات مع استراليا ودول تانية خارج القرى الأوروبية يعني هي بتحاول كمان تنوع مصادر التواصل لأن توقفها فقط داخل يعني محطها للأسف أصيب وعزلها بسبب قرار فبالتالي لازم أنوع مصادر تصدير في الفترة القادمة فنتمنى إن شاء الله أن الأمور على خير بإذن الله في بريطانيا الفترة القادمة يعني نتمنى أن يكون في العالم على صفيح ساخن نتمنى الخير للعالم كله بإذن الله بدأ بنختم حلقتنا من نهاية الأسبوع كان معي الكاتب الصحفي أستاذ حسام أبو العلا الكاتب الصحفي من جلة أكتوبر بشكر خضرتك الشكر لفريق عمل نهاية الأسبوع وشكر موصول لكل من تابعنا شكرا لكم اشتركوا في القناة